الان خطوة خطوة لانه اتفقنا انه انجليش دازن كاملو دازن كام اوورنايت ما بيجي بين عشية وضحاها كل مقام الو مقال معين بس بدي الفكرة العامة ما بدي اوجع قلوبكم شغلات ومعقدة وهذا ابواب النجاح مليار لن تدخلها الا من باب الالتزام يالله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم يعطيكم صح والعافية 2078 الله يوفيكم يصر اموركم يا رب معنويات عالية ان شاء الله تعالى ان شاء الله مستعدين هيك للمناهج ان شاء الله بطريقة ممتازة انا معنويات الحمد لله فضل من الله عز وجل نار ان شاء الله فباستنى فيكم بعون الله تعالى ان شاء الله تعالى على خير وهدات بال يا رب هلا محترمين محترمات هذا الفيديو الله يسعد لي اياكم يرضى عنكم ان شاء الله تعالى اللي هو الحصة والمحاضرة رقم 11 المفروض الآن ضلالنا بعدها 12 اللي هي الختامية للدورة التحضيرية الدورة التحضيرية وبالفيديو الختامي الاخير الآن بنحل كل اسئلة اللي هي الدوسية كاملة هاي الله يرضى عنكم يا رب نشيك عليها كلها كاملة بالاضافة لنا بنحكي شالات مهمة عن المرحلة القادمة شو بدنا نسوي الله يوفيكم يصر اموركم يا رب نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هلا يا محترمين ويا محترمات هذا له علاقة بتصاريف الأفعال هلا بعرف الموضوع يعني مقلق لجزء فيكم تصاريف الأفعال نحفظها وبغلبة وإلى آخره جزء آخر حافظها أصلا جزء دايما بيخربط فيها جزء حافظها سماعيا إما كتابيا في مشكلة عنده الآن فإن شاء الله تعالى بنحل كل هالمشكلات هاي بتيسير رب العالمين هلا أذكر بما أنكم على الاجروبات وحاضرين كل الحصة السابقة الآن إن شاء الله تعالى لما نخلص الحصة الأخيرة بنخلي إن شاء الله تعالى الأستاذ محمود والآدمنز المشرفين على الجنوبات ببعثولكم تسجيل صوت لهاي التصاريف عشان يسهل عليكم حفظها الله يسعدكم ولقدام إن شاء الله فيه تسجيلات للإنجليزي إنجليزي الكلمات إنجليزي عربي كل شيء كل شيء إن شاء الله تعالى بلزمنا يا رب يا كريم الآن إخواني الله يسعدكم يا رب هلا فيه عنا يا محترمين ويا محترمات الله يسعدكم يا رب ويهدي بالكم هاي تزبطوها بس بعد ذنكم هاي اللي هي العمود الأول هذا اللي هو زمن الـ present اللي هو المضارع الآن هذا إذن العمود الأول زمن اللي هو المضارع هلأ قسمتم بطريقة معينة بحيث يسهل عليكم حفظ هاي التصريف الآن طريقة يعني بيسهل الله يوفيكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله بيسهل عليكم كثير اللي هو حفظ هاي التصريف هلأ المجموعة الأولى كلمات كلها نفس التصريف الآن cost 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 مثلا cut 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 إلى آخره فكلما ذول نفس التصريف لاحظ الآن الله يرضى لي عنكم ما تغير نهائيا الآن تيجي للمجموعة الثانية bring brought brought seek sought sought build built built burn burnt burnt buy bought bought catch cut cut وإلى آخره إذن في يعني آلية معينة هيك لحفظهم الله يرضى عنكم يا رب إنه التصريف الثاني والثالث لاحظوا نفس الشي ثاني وثالث نفس الشي ثاني وثالث نفس الشي ثاني وثالث نفس الشي هلأ إذا كان الطالب بطل الزجورت الآن بإمكاني مثلا أقرأهم أول مرة أشوفهم كيف ينكتبوا الآن ببلش أصير أسمعهم لما إن شاء الله نخلص الفيديو الأخير الآن أستاذ محمود حكينا زي قبل شوي الآن رح يبعث لكم بتأسير رب العالمين إن شاء الله تعالى إنه كل هاي اللي هي تصريف الأفعال سماعيا عشان يكون الموضوع سلس وسهل عليكم لحفظهم الآن بتصير تسمعهم كل يوم بالليل لما تيجي تنام مثلا تسمع الصبح بدل ما تسمعوا فيروزيات ومدرشو الآن بتصير تسمعوا خالديات مثلا تصريف الأفعال تستفيدوا والله العظيم تستفيدوا يا الله شو بتستفيدوا يا رب دخيلك بس شو بتستفيدوا فائدة كبيرة إن شاء الله فمحترمين محترمات الله يارب يوفقكم يسر أموركم إن شاء الله تعالى الآن إذن هاي اللي هي تصريف الأفعال هلأ بإمكاني أنا مثلا شو أعمل شغلة معينة شو هي الآن بإمكاننا يا محترمين بالروح الله يسعدكم يا رب لما أجي أسمعهم مرة ومرتين وثلاث بيصير كل يوم أركز على مثلا كل يوم قسمهم كل يوم خمسة أفعال كل يوم خمسة أفعال على أساس تضمنهم مليار بالمية ليس من الحكمة بمكان أبدا الآن ييجي طالب يحل قواعد ويشتغل ما شاء الله وكذا الآن بيجي بالنهاية تصريف الفعل غلط بيروح نخصم عليه كل العلامة طبعا شو استفدنا بالله عليكم للدوشة كلها والله العظيم على الفاضي إذن بالله عليكم بالله عليكم نهتم نهتم اهتمام كبير جدا الله يرب يوفقكم يسر أموركم هلأ هون الأول والثالث متشابه become became become come came come run ran run إذن هذول اللي هما الآن الله يرضى عنكم يا رب اللي هما متشابه الأول والثالث هلأ أفعال تتبع نظاما معينا الآن من التصريف break broke broken bite الآن وإلى آخره choose مثلا chosen chosen الآن على نفس الوزن بالآخر اللي هو broken الآن chosen مثلا eaten fallen forgotten الآن وفي عن طبعا هذول الموجودات في الكتاب أكيد بس بالكتاب ما بعرف في ذلك هتلاحظوا لقدام إنهم جايات بالكتاب وراء بعض يعني مش بالطريقة هاي المرتبة هيك يعني ترتيبهم أفضل شوي الله يلضع عنكم هون كمان نظام آخر الآن في الشغل الآن fly flew flown grew grown مثلا non new known الآن على نفس الوزن مع تكرارهم بعون الله تعالى تتيسر الأمور إن شاء الله إن شاء الله الآن هاي هي إذا تصريف الأفعال اللي لازم هون بدي أشوفها هاي على الجروبات هاي اللي هون ترك دعوة لك ولي معلمك يدعوه لي دعوة خير ويدعو لحالكم بعد الانتهاء من إنجاز المهمة العظيمة هاي شوف هيك خطكم ممطرز هيك بتنزلوا ليها إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا اللهم آمين يا رب العالمين إذا تصريف الأفعال بعد ما أنا ببلش أسمع فيها أسمع فيها أسمع فيها الآن بصير خلاص بقسم كل يوم عندي ثلاثة أربعة شعالات والله يا أخواني والله 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 إنه يومياً لازم ترافقني يومياً يومياً ورقة تدو لست ملاحظات يومي على الطالب اللي ما عنده ورقة ملاحظات ولازم أنجز كذا وكذا وكذا هذا الطالب ما بيشتغلي بطريقة صح اشتغلي بطريقة فوضى اخواني الآن توجيهي علامات عالية جدا الآن وما عملت الدورة تحضيري أول مرة في حياتي هاي سنة 21 على جيلكم حدرس توجيهي 21 ومركز الثراء الثقاف في مركز الشمالية يشهد على هذه السنوات وهذه الأرقام الآن الله يرضى عنكم ويهدي بالكم يا رب الخلاصة يا محترمين الخلاصة الخلاصة لازم لازم يكون عندك ورقة ملاحظات ودائما وابدا الشيء المشترك بين كل الطلاب المتميزين واللي بدوا منجيبوا علامات عالية جدا واللي خلوني أنا من بدايتها أنه أشتغل بدورة تحضيرية لأول مرة في حياتي دائما تأسيس وبلش في المادة تأسيس بعد التأسيس نبلش في المادة هالمرة هاي دورة تحضيرية بعدين في تأسيس بعدين نبدأ في المادة ليش لأن الآن حسا مع المنهاج الجديد ويعني وصلتني الآن أشياء معينة هيك عن المنهاج بشكل عام المنهاج بده شغل مش صعب مش صعب أبدا بس بده طالب يبني بناء علمي الآن إذا ما كان حتى اللي قدامك الله يارب يقدرني إن شاء الله تعالى إذا ما كنت أنا يعني أهل إني أوقف قدامك أنا اللي حضيعك لا قدر الله ولا سمح الله فبده بناء علمي بطريقة صح هلأ أخوك خالد قال لك هذا الفيديو حضرته الآن بعدها بيوم يومين ثلاث بعرفش حينزل الفيديو الأخير فمحمود حيبعث لكم تزيلات صوت إذا ما كان بعثها نبعث تزيلات الصوت الآن بتعد اسبوع عشر أيام المفروض يسفطن بيكون هذول ختمهم ليوم القيامة ما بلزمك غيرهم ليوم الدين الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله شكرا لحضوركم الحصة يعطيكم الصحة والعافية نلتقي في الفيديو الأخير اللي حيكون عن جد مهم إن شاء الله يعطيكم العافية سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله ينفلكم يا رب يسر أموركم إن شاء الله